اشتركوا في القناة ادخلت على خط التظاهر بحصيلة دامية حيث قتل شخصان واصيب العشرات خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات من المتظاهرين المحسوبين على التيار السلفي واعتقلت السلطات ثمانية وعشرين شخصا العاصمة المصرية التي تشهد مظاهرات حاشدة منذ عدة ايام سجلت سقوط اول قتيل في المصادمات الدائرة في محيط السفارة الامريكية كما اصيب اكثر من خمسين من رجال الشرطة نطاق الاحتجاجات امتد خارج القاهرة بوقفات احتجاجية عند عدد من المساجد الكبرى في المحافظات الى الشرق كان لبنان حاضرا رغم انشغاله بزيارة البابا حيث قتل شخص وزرح خمسة وعشرون اخرين في طرابلس خلال اشتباكات بين قوات الامن اللبنانية وعدد من المتظاهرين واحرق المتظاهرون مطعما للوجبات السريعة الامريكية خلال تظاهرة احتجاجية على الفيلم المسيء للإسلام خارج رقعة العالم العربي شهدت مدن في باكستان والهند وبنجلاديش مظاهرات احتجاج على الفيلم شارك فيها مئات المتظاهرين غير انه لم يسجل سقوط اي ضحايا موسيقى 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 شكرا